يأكد الخبير القانوني عبدالستان رمضان أن حل أزمة المياه عبر الطرق الدبلوماسية واتفاقيات العراق مع تركيا وإيران متسائلا عن دور وزارة الخارجية والأمم المتحدة في هذه الأزمة أين دور وزارة الخارجية باعتبارها المسؤولة عن السياسة الخارجية في العراق فيجب حل هذا الأمر عن طريق القنوات الدبلوماسية عن طريق الاتفاقيات التي وقعها العراق مع تركيا أو إيران عن الاتفاقيات الدولية التي تنظم أحكام الأنهار الدولية حيث أن نهري دجلة والفرات يعتبران نهران دوليان لا يترتب فيها فقط حق لدولة المنبع وإنما يترتب عليها حقوق أخرى حق المرور بالنسبة لسوريا بالنسبة لنهر الفرات وحق المصب بالنسبة للعراق بالنسبة لما يتعلق بنهري دجلة والفرات لذلك نحن ندعو أولا إلى أن يكون لوزارة الخارجية الدور الأول في حل هذه المشكلة اثنين دور الأمم المتحدة أنا أستغرب كيف يمكن لم نسمع أي تصريح من مثل الأمم المتحدة في العراق هذا الرجل الذي نجده يزور هنا وهناك وفي هذه القضية الملحة الحساسة لم نجد تصريحا لم نجد تعليق من الأمم المتحدة مع العلم أن العراق ما زال خاضعا لأحكام البند السادس الفصل السادس من الأمم المتحدة